يوم الأربع اللي فات أو الثلاث اللي فات جبت فيديوهين لأبو إسحاق الحويني وهو بيتكلم بيعتذر على أخطاء فقهية وعقيدية ودعوية ارتكبها وبيعيط بقول أنا في نهاية عمري عشان ربنا يرفر لي وعايز أموت تايم وبيقول إن أنا أضلت للشباب وأضلت الناس كنت أبحث عن شهرة وكنت بحط بصماتي على الأحاديث وكنت الكلام اللي قاله اللي قاله وانا زيحته لكم وجبنا بعض الكلام اللي قاله أبو إسحاق وكان بيكلم فيها على الغزوات وبيكلم فيها على السباية وتوزيع الغنائم والكلام اللي احنا قلنا كل دوة بيخرج الدين من مفهومه فيه واحد فيه جزيرة اسمه عامر عبد المنعم صحفي مصري كاتب بيقول يعني لا يستطيع الطبور المعادل الدين في مجتمعاتنا الإسلامية الطعن في الأولهية والنبوة لكن يستهدف الكينات والدعاة والرموز زيه والحويني يعني خلاصته عامر عبد المقصود عبد منعم عامر عبد منعم بيقول إيه بقول إن إحنا مسمين إحنا طيار معادل الدين بقول له يا أستاذ عامر اتق الله فإحنا أولى برسول الله وأولى بالكتاب والسنة منك ومن جماعتك ومن الأمير اللي انشغل عنده بقول لك تاني وبقول لكل عامر لكل واحد من هؤلاء قوة وتصنفون تقولوا إن إحنا ضد الدين إحنا بنخاف على الدين إحنا فاهمين الدين إحنا حراس للدين إحنا حماه للدين من أمثالكم أنتم أنجاس والله أنجاس والله تاني أنجاس بيكلم بيقول إنهم مش قادرين يتكلموا على القرآن والحديث فبيجيبوا الدعاة بيتكلموا عليهم الدعاة إيه؟ دعاة إيه يا مولانا؟ دعاة إيه؟ كل هؤلاء كل هؤلاء منافقون أنا بقول منافقون أنا بقول ممكن يكون والراجل اعترف الراجل يا أخي قال لك أنا كنت غلطار بقول لسلفين كلهم أبو إسحاق الحويني قال أنا كنت غلطار قال كنت بحط بصمتي كنت بحط كذا كنت بخلي كذا كنت بزود هو الراجل بيقول جاي بيتوب في آخر عمره زعلانين ليه؟ بتشتمون ليه؟ هو الراجل عايز يتوب يا أخي هو عايز يتوب وأنا قلت يا شيخ أبو إسحاق أنت عملت فتاوي ضللت ناس أنا بقول لأبو إسحاق لا لا لحظة فريدة لحظة فريدة والنبي أنا بقول لشيخ أبو إسحاق أنت هو من كفر الشيخ من قرية اسماع حوين في واحد صديقي صديقي من هناك من القرية صديق أخويا قال لي والله مبارح قال لي أقسم بذات الله أبو إسحاق الحويني جاري في نفس المكان أبو إسحاق الحويني الراجل ده الراجل ده كان بتقدم لأحد الكليات كليات العسكرية يعني جابوا الشيخ أبو إسحاق وقابله في الطريق وقال له لو قدمت ما تقدمش في كلية عسكرية قال له ليه؟ قال له لأن ده حرام قال له ما المين لي يحمينا قال له ما فيش حاجة اسمها جيش ما فيش حاجة اسمها شرطة ما فيش وهاطعك وهعمل وهخلي. كان بيقعد مع الولاد في الزوايا يكرههم في الجيش والشرطة. انا بسأل الشيخ ابو اسحاق هو حي. وبقول له يا شيخ ابو اسحاق ما تبقى من عمرك لن يكفيك الاستغفار. لو انا كذاب قول علي يا كذاب في هذا الاطار. انت عليك انك تستغفر والتوب. انت وغيرك. ضللتوا الناس. لما جيهم فقالوا لباك الجهاد في سوريا. اللي ولاد الشباب راحوا على سوريا في غير الجهاد. انتو ضللتوهم. ضعوا الشباب. هاتولي هو بيعترف يا بنتي. تبروا من خطر وانا حي. قبل ان يدريك وانا ميت. لا تعتر بهذا. لابد ان تكون عالما. لابد ان تكون متقنا بهذا العلم الذي تتكلموا فيه. نادم على بعض كتبي الاولى. مع ان اياميها كنت كده. ننصح الشباب اللي لسه في البداية ما يستعجلش. عشان ما يندمش الندم اللي احنا ويعنا فيه. الندم اللي احنا ما فيه الحمد لله لا ندم عقدي ولا بتاع. لكن غلط علمي. غلط علمي. صححنا يا حديث. ما كانش فيه مخطوطات طبيعة. كما كانش فيه اسانيد كتير بتاع. فمشينا على الموجود عندنا. ومن لم يجد الماء تهيما ما ترى.